بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا اليوم يدور حول قضية مساواة الزوج والزوجة في أحكام النشوز وأول ملمح من ملامح المساواة في هذه القضية هو أن الزوجة كما توصف بالنشوز كذلك يوصف الزوج بالنشوز على زوجته وهو ما يستلزمه قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام والذي لا يلتفت إليه كثيرون في هذا المقام حتى من أهل العلم والملمح الثاني هو أن الزوجة يستحق وصف النشوز إذا تعدى على زوجته بالإيذاء أو الشتم أو الضرب أو بلعنها ولعن أهلها أو ترك المنزل والعودة ليلاً للمبيت فيه ويتأكد نشوز الزوج على زوجته بهجرها في المضجع أو في المبيت ولا يقتصر أمر المساواة على اشتراك الزوجين في وصف النشوز بل يتعداه إلى اشتراكهما في العقوبة غير أن العقوبة فيما يتعلق بنشوز الزوج يتولاه الحاكم أو القاضي الذي من حق الزوجة أن ترفع أمر نشوز زوجها إليه ويقول العلماء على الزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي ليعزر الزوج على نشوزه والتعزير عقوبة مفتوحة يقدرها القاضي بداية من توجيه الموعظة مروراً باللوم وانتهاءاً بالسي فإن أصر الزوج بعد التعزير على عناده ونشوزه ورضيت الزوجة بالبقاء معه رغم نشوزه فإن القاضي يأمرها بهجر زوجها في المضجع فإن لم يفد الهجر وأصر على عناده ضربه القاضي تعزيراً وقد يقول بعض دعاة التماثل المطلق بين الزوجة وزوجها ولمن تضرب الزوجة زوجها الناشز وهل لا ساوى القرآن بينهما في تنفيذ هذه العقوبة والجواب الذي يجيب به واقع الرجل والمرأة وطبيعتهما التي لا تتبدل ولا تتغير هو أن المرأة لو أقدمت على ضرب زوجها الناشز الكاره لها فإنه سينقلب من فوره لا محالة إلى وحش ضار وستكون هي الضحية في آخر المطاف لذا عهد بالزوج إلى سلطة تستطيع تنفيذ العقوبة عليه وبوسائل لا يستطيع هو مواجهتها ومن الأمور التي يتوقف عندها الفقهاء في بيان نشوز الزوجة ما يعلمه الجميع من الشروط التي اشتراطوها على الزوج إذا لجأ إلى ضرب زوجته وهي شروط شرعية تكليفية تكاد تفرغ الضرب من أية شبهة تعلق به من شبهة الإذاء وتبقيه وكأنه مجرد رمز يعبر عن رفض الزوج لسلوك زوجته ويجب أن نلفت أنظار الذين لا يطيقون سماع كلمة ضرب الواردة في القرآن ولا يطيقون صبرا على فهم معناها البسيط والذي يدركه العامة والخاصة على السواء نلفت أنظارهم هنا إلى الحكم الشرعي الذي يقرر أن الزوجة إذا ضرب زوجته ضربا مؤلما فإن من حق الزوجة الناشز أن تطلب التطليق وعلى القاضي أن يمكنها من ذلك ولها كل حقوق المطلقة بسبب الضرر بل ألفت أنظار المنصفين إلى ما هو أبعد من ذلك في أحكام شريعة المساواة والعدل في هذا الأمر وهو إذا ترتب على هذا العلاج أي خدش أو جرح أو كسر فللزوجة حق طلب التطليق وحق القصاص من الزوج إذ الشريعة لا تجيز ضرب الزوجة ضربا يؤلمها أو يؤثر في جسمها أو حتى يخيفها حتى لو كان الزوج على يقين من أن هذا النوع من الضرر سوف يصلح من حالها وذلك إعمالا لقاعدة الإسلام في تحريم إلحاق الضرر بالمخلوقات ومنعه منعا باتا والتي يقررها النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة عموم النفي في قوله لا ضرر ولا ضرار وأمر آخر يغفل عنه الرافضون لشريعة الإسلام هو أن الزوج غير ملزم شرعا بأن يلجأ إلى هذا الأسلوب مع زوجته الناشز فله أن يصبر على أذاها إن شاء وله الأجر من الله وأصل كل ذلك النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الضرب في مناسبات عدة بلغت من الكثرة مبلغا كاد يحمل بعض الفقهاء على القول بأن الضرب في القرآن نسخ بالسنة لكثرة ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تضربوا إماء الله وقوله لقد طاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن فلا تجدون أولئك أخياركم وكذلك لكثرة ما ورد في أمهات كتب التشريع من أن العفو مع النشوز أولى السادة المشاهدون إن الخلاصة من تلك الحلقات حول مسألة الضرب أن كلمة واضربوهن في القرآن الكريم ليست أمرا مفتوحا بضرب الزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يشجعه ولم يمارسه أبدا في حياته وبحسب الأصل هو محظور ولا يأمر الشرع الزوجة أن يستعمل الضرب بهذا المعنى القاسي حتى في حالة النشوز لكنه يبيح له نوعا منه هو أقرب للعلاج استثناءا وبشروط وقيود والفارق كبير بين الأمر والإباحة وإذا لم يفعل الزوج قاعدة شرعية أخرى تقول إن لولي الأمر أن يقيد المباح إذا رأى أن الناس يسيئون استقدامه واستغلاله ويلحقون الضرر والأذى بالآخرين ولا يوجد ضرر وأذى كالذي يصيب الزوجة حال ضربها وبخاصة أن هناك وسائل كثيرة لحل المشكلات الزوجية بالحوار والتفاهم والمودة ومعظم الزوجات حاليا على قدر كبير من التعليم والثقافة والمعرفة ولدينا منظومة تشريعية متكاملة تصب جميعها في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ويكفي أن نعلم أن الإسلام لا يقر أبدا الإيذاء البدني بحق أسر الحرب فكيف بالله عليكم يقره للمرأة أو يقبله للزوجات وإذا قال قائل الضرب نص في القرآن فالرد أنه جاء مباحا وعلاجا منزوعا عنه كل احتمال للأذى والإيلام وليس أمرا كما يفهمه المتسرعون لكنه مباح قد أعطان الشرع حرية في التعامل معه وجعل لولي الأمر حق التدخل في تقييده حين ترتب عليه ضرر واستغلال وسوء فهم واستخدام وفي ختام حلقات النشوز لا أنسى أن أجدد دعوتي للمجالس التشريعية والمجامع الفقهية ومؤسسات حقوق المرأة والطفل للتصدي لظاهرة الضرب ضد أي إنسان رجلا أو امرأة أو طفلا وأن تصدر من التشريعات ما تراعي به الواقع المعاصر من كافة جوانبه وتجرم أي شكل من أشكال العنف وأن تصدر من القوانين ما هو كفيل بردع المخالفين والمجرمين كما أعيد التأكيد على أن الحياة الزوجية في الإسلام تبنى على المودة والرحمة وليس فقط على الحقوق والواجبات المدنية والقانونية وهذا ما يفهمه الخامل البسيط والذكي الألمعي من آيات القرآن الكريم في هذا الموضوع شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته